والعسكرية المواطنين وممتلكاتهم سيارات مجهزة بالعدة والعداد وضعت وحداتها الأمنية على أهبة الاستعداد المحطة الثانية من زيارة وزير الداخلية والمركزية كانت مقر أولى مجموعة سرايا الدرك المتنقل الواقع على شارع المقاومة هنا اطلع السيد الوزير رفقة قائد أركان الدرك الوطني وولي ولاية المكشط الشمالية على طبيعة القطة الأمنية للدرك الوطني في هذه الولاية حيث خرجت وحدات الدرك الوطني في مشهد أمني ليلة رأس السنة وزعت فيه المهام طمانا لتوفير الأمن للمواطنين وفي المحطة الأخيرة من زيارة وتفقد القطة الأمنية للحرس الوطني عين وزير الداخلية والمركزية رفقة قائد أركان الحرس الوطني ووالي ولاية المكشط الجنوبية السيارات والوحدات التي جهزت لهذا الغرض من أجل أمن المواطنين وبموجب هذه الخطة تم إشراك كافة قوى الدفاع والأمن على مستوى المدن الكبرى تفاديا لكل ما من شأنه تهديد أمن الأشخاص وامتلكاتهم إبان الاحتفالات المخلدة إشراك كافة قوى الدفاع إشراك كافة قوى الدفاع